اشتركوا في القناة اعرفنا انواع الخطوط المستخدمة في الرسم وعرفنا كمان بعض التعريفات الهمة زي النقطة والقطع المستقيمة والاسطح الهندسية وبعدين خذنا بعض العمليات الهندسية ووصلنا للطريقة العامة لرسم اي مضلع منتزم يعني احنا كنا رسمنا الشكل المخمس بالطريقة الخاصة ورسمنا الشكل السداسي بمعلومية طول ضلعه وبمعلومية قطر الدائرة التي تمر برؤوسه واخدنا كمان الطريقة العامة لرسم اي مضلع منتزم بمعلومية طول ضلعه النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض وهناخد بعض العمليات الهندسية المهمة برضو وان شاء الله الوقت يكفي معنا وناخد كمان المساقط الثلاثة للكتعة المستقيمة لو بصنا مع بعض كده اول عملية رسم دائرة بنصف قطر معلوم تمسد العي زاوية معلومة يعني انا عايز عندي زاوية ولتكن مثلا زاوية 45 درجة وعايز ارسم دائرة وكون انا عارف نصف القطر بتاعها وليكن مثلا 25 ملي متر وتمسد العي الزاوية طيب نعملها ازاي اول حاجة اول خطوة معنا او ايدي البياناتة هي الار اللي هو نصف قطر الدايرة 25 ملي متر الزاوية اي بي سي 45 درجة يبقى انا على طول اول خطوة هعملها ارسم الزاوية ايدي الضلع الاولاني اللي هو اي بي وبعدين الزاوية 45 درجة ممكن نعملها بالمنقلة او ممكن نعملها بالمثلس مفيش مشكلة يبقى انا كده رسمت الزاوية طيب الخطوة اللي بعديها بنصف الزاوية زي العملية اللي احنا خدناها في الحلقة اللي فاتت اركز بالبرجل في النقطة بي بفتحة مناسبة وارسم كوس يقطع لي ضلعي الزاوية وناخد بالنا الملحوزة اللي انا قلتهالكم برضو قبل كده الخطوط الاساسية في الرسم بنعملها تقيلة والخطوط المساعدة بنرسمها بخطوط خفيفة فزي ما انتو شايفين الخطوط هنا اللي باللون الاحمر دي دي خطوط مساعدة فيبقى انت على طول لما تيجي ترسم الخطوط دي والاقواس بنعملها بخطوط ايه خفيفة اللي هي اللي باللون الاحمر اللي انا رسمها قدامك على الشاشة دي طيب يبقى احنا رسمنا القوس اطاع لدلعاي الزاوية في النقطة دي والنقطة ايه الخطوة اللي بعديها هاركز في النقطة دي بفتحة مناسبة بالبرجل وارسم كوس ناحية اليمين كده في النص وبنفس الفتحة اركز في النقطة ايه بالبرجل واقطع الكوس اللي انا رسمته كده انا حددت هنا نقطة التقاطع دي خلاص هوصلها بالنقطة بي وبكده هكون نصفت الزاوية او زي ما احنا شايفين كده كده انا نصفت الايه الزاوية لكس مين متساوين يعني الخطوة اللي بعديها هارسم خط مستقيم يوازي الضلع ايه بي وعلى مسافة قد ايه نصف القطر بتاع الدايرة الدايرة احنا كنا لسه قيلين فوق اهي نصف القطرها كام بخمسة وعشرين ملي متر يبقى انت تيجي هنا كده فوق الخط اللي هو ايه بي هنرسم خط بيوازيه وعلى بعد قد ايه خمسة وعشرين ملي متر طب علشان يجي معاك مظبوط ممكن نعملها بعملية بسيطة كده بالبرجل افتح البرجل على خمسة وعشرين ملي متر اللي هو نصف قطر الدايرة يعني وتعالى اركز هنا على الخط اللي هو ايه بي وارسم كوس صغير كده لأعلى وبعدين ابعد شوية ناحية الليمين عند النقطة ايه كده وارسم كوس تاني بنفس الفتحة برضو اللي هي نصف قطر الدايرة وصل بقى ارسم الخط المستقيم بتاعك هنا يمثلي الكوسين دول اهو بالشكل ده كده الخط اللي انت رسمته ده ضمنت انه هو بقى بيوازي الضلع ايه بي وعلى بعدها قد ايه نصف قطر الدايرة خد بالك انه قطع المنصف بتاع الزاوية في النقطة اللي اسمها او ايه النقطة ديت هي هتبقى مركز الدايرة اللي احنا هنرسمها رحينتا بقى بالبرجل اقف في النقطة نقطة التقاطع ديت اللي هي النقطة او بالبرجل وبنفس الفتحة اللي هي كام خمسة وعشرين ملي متر اللي هي نص قطر الدايرة وارسم الدايرة بص هتلاقي الدايرة لمست ضلعي الزاوية يعني مست ضلعي الايه الزاوية وعايزك قبل ما ترسم الدايرة اتأكد حط البرجل كده على النقطة او خلاص وشوف كده على الهوى كده قبل ما ترسم الدايرة شوف سن البرجل هيجي على الخط ولا لا اللي هو ايه بي اللي هو ضلع الزاوية والناحية التانية برضو فوق شوف برضو بالبرجل كده حركوا كده على الهوى يعني ما ترسمش وشوف هيلمس ضلع الزاوية اللي هو بي سي ولا لا لو لقيت مظبوط معاك تمام ارسم الدايرة لكن لو لقيت بقى سن البرجل خلاص طالع برا شوية يعني الدايرة هتخرج برا هتبقى برا الزاوية لا يبقى انت كده خدت المقاس ده غلط والمركز بتاع الدايرة كده مش مظبوط ممكن تلاقي الدايرة اللي انت رسمها تلاقيها السن البرجل لما تيجي ترسم الدايرة تلاقيه مش لامس الزاوية برضو مش لامس الضلع بتاعها يبقى انت كده برضو خدت المقاس بتاع مركز الدايرة كده مكانه مش مظبوط فيبقى قبل ما ترسم الدايرة اتأكد عشان ما ترسمش وبعين ترجع تبوز الرسمة وترجع تمسحتاني عملية بسيطة نشوف كده العملية اللي بعديها رسم كوس معلوم يمس دائرتين من الداخل طيب ايه دي المعطيات هيت الدايرة الاولى نص كترها لهو R1 25 ملي متر الدايرة التانية R2 نص كترها 30 ملي متر الكوس نص كتره كام 60 ملي متر طبعا المقاسات دي مش ثابتة ممكن تتغير ده مثال بس علشان تبقوا تابعين معايا وفاهميه اول خطوة اعمل ايه المسافة بين مركزي الدايرتين برضو نحددها نقول 80 ملي متر يعني 8 سنتي يبقى اول خطوة اعمل ايه اروح راسم خط خفيف افكي كده طوله قد ايه 8 سنتي متر اللي هو المسافة بين مركز الدايرتين او A و B اروح اركز في النقطة A وارسم الدايرة الاولى اللي هي نص كترها كام 25 ملي متر وبعدين اروح اركز في النقطة B وارسم الدايرة التانية اللي هي نص كترها 30 ملي متر انا عايز بقى ارسم القوس اللي هيمسيلي الدايرتين دول من الداخل يعني القوس يبقى لمس الدايرتين كده ايه من جوه كده طيب نعمله ازاي بعملية حسابية بسيطة عشان نحدد مركز القوس اللي انا هرسمه اقول R1 زائد R كله هو مين نص كتر القوس طب R1 بكام نص كترها يعني نص كتر الدايرة الاولى 25 اجمعها على نص كتر القوس اللي هو كام 60 يبقى 85 يبقى انت تفتح البرجل كده على 85 ملي متر يعني 8.5 ملي متر واركز في النقطة A اللي هي في مركز الدايرة الاولى وارسم قوس لأعلى وقوس لأسفل طب وبعدين اروح اركز في النقطة B بس هفتح البرجل على قد ايه نفس العملية هنجمع نص كتر الدايرة التانية اللي هي R2 اللي هي 30 زائد نص كتر القوس اللي هو كام اللي هو 60 يبقى 90 يبقى 30 زائد 60 هيبقى 90 ملي متر يعني 9 سنتيمتر يبقى اركز في النقطة B وافتح البرجل على فتحة تساوي 90 ملي متر وارسم قوس لأعلى يقطع القوس الاول اهو في النقطة C وبنفس الفتحة برضو ارسم قوس لأسفل يقطع القوس التاني في النقطة D كده انا حددت مركز القوس لو انا عايز ارسم القوس من فوق يبقى هركز في النقطة C وافتح البرجل على قد ايه نص كتر القوس بقى اللي هو 60 اهو وارسم القوس كده بالشكل ده اهو شفت لمس الدائرتين ها من الداخل اهو ونفس الكلام لو انا عايز ارسم بقى قوس من اسفل كمان يمس الدائرتين من اسفل هركز في النقطة دي بنفس الفتحة اللي هي نص كتر القوس اللي هو 60 ملي متر وارسم القوس لمس الدائرتين برضو مس الدائرتين من اسفل يبقى انا كده رسمت قوس بنص كتر معلوم ويمسل الدائرتين من الداخل وبرضو زي ما لسه قايلين لما نيجي نرسم القوس برضو انا بركز بالبرجل خلاص وقابل ما نرسم القوس اتأكد كده احرك البرجل كده على الهواء اشوف هيلمس الدائرة الاولى والدائرة التانية ولا لا لو لقيت سن البرجل الرصاص يعني هيدخل جوه الدائرة سنة يبقى كده انت خط المركز اللي فوق بتاع القوس دوت ما كانو مش مظبوط يبقى انت تبدأ تحرك البرجل او ممكن تكون واخد المقاس المسافة اللي هي بتاعة تنصه كتر القوس مش مظبوطة ممكن تكون اكبر شوية او اصغر شوية يبقى تظبطها كويس علشان البرجل ها يلمس الدائرتين الدائرة الاولى والدائرة الايه التانية ما يتقطعش معاه نشوف العملية اللي بعدها رسم كوس معلوم يمس دائرتين من الخارج طيب علشان ارسم بقى كوس يمس الدائرتين من الخارج ادي المعطيات ار واحد يعني نص كتر الدائرة الاولى 25 ملي متر نص كتر الدائرة التانية ار اتنين كام 30 ملي متر نص كتر الكوس 90 ملي متر طيب المسافة بين مركز الدائرتين هنعملها 8 سنتي برضو زي العمليات اللي فاتت نبدأ نرسم اول خطوة هنرسم خط خفيف برضو زي ما قلنا الخطوط اللي باللون الاحمر دي يعني معناها الخطوط الايه الخفيفة والخطوط اللي باللون الازرق دي الخطوط الاساسية اللي هي تبقى تقيلة ارسم الدائرة الاولى اركز بالبرجل في النقطة ايه وارسم الدائرة الاولى طبعا نص كترها كام 25 ملي متر وبعدين اركز في النقطة بيه وافتح البرجل على 30 ملي متر وارسم الدائرة التانية طب انا بقى عايز ارسم الكوس اللي هيمس الدائرتين من الخارج برضو بعملية حسابية بسيطة هنقول ايه المرة دي نص كتر الكوس ناقص نص كتر الدائرة يبقى هنا هنطرح طب نص كتر الكوس كام 90 ناقص نص كتر الدائرة ارواحد 25 يبقى 90 ناقص 25 65 ملي متر يبقى انت هتركز هنا في النقطة ايه وافتح البرجل على 65 ملي متر ونرسم كوس لاعلى وكوس لاسفل هنروح بقى الناحية التانية عند النقطة B اللي هي مركز الدائرة التانية وبرضو اطرح نص كتر الكوس ناقص نص كتر الدائرة R2 نص كتر الكوس 90 ناقص R2 يبقى 90 ناقص 30 يبقى كام 60 يبقى افتح البرجل هنا على 60 ملي متر وبعدين اقف في النقطة B وارسم كوس لاعلى يقطع الكوس الاول في النقطة C وبنفس الفتحة برضو اروح راسم كوس لاسفل يقطع الكوس التاني اللي تحت في النقطة دي كده انت حددت مركز الكوس اللي انت هترسمه نركز بقى في النقطة دي وافتح البرجل على 90 ملي متر اللي هي نص كتر الكوس اللي انا هرسمه عشان يمس الدائرتين من الخارج وارسم الكوس نلاحظ ان الكوس هنا اهو لمسل الدائرتين من الخارج طيب لو انا عايز ارسم بقى كوس كمان من اسفل عشان يمسل الدائرتين برضو من اسفل اعمل ايه اروح برضو اركز في النقطة س اللي هي اللي فوق وافتح البرجل بنفس الفتحة اللي هي كام نص كتر الكوس اللي هي 90 وارسم الكوس ها يمسلك الدائرتين من اسفل بالشكل ده ولاحظ ان الكوس اللي انت رسمته ها ما يتقاطعش مع الدائرة ما يدخلش جوه ولا بعيد عن الدائرة طيب نشوف كده العملية اللي بعديها ساعات يجيب لك في الامتحان في سؤال العمليتين مع بعض في رسمة واحدة يعني يقول لك ارسم المعطيات بقى بيديك دائرتين طبعا زي ما احنا كنا لسا قيلين مثلا دائرة 25 ملي متر ونص كترها والدائرة التانية نص كترها 30 ويقول لك ارسم كوس بقى نص كتره وليكن 90 ملي متر يمس الدائرتين من الخارج من اعلى يبقى كده ترسم الكوس ايه اللي فوق ده وترسم كوس اخر نص كتره هيبقى مختلف بقى ممكن مثلا 60 ملي متر يمس الدائرتين من اسفل يبقى انت كده هترسم ايه هترسم كوسين واحد يمس الدائرتين من الخارج من اعلى وكوس يمس الدائرتين من الداخل من ايه من اسفل ممكن نعمل العملية دي حتى قدامكم كده علشان الناس تفهم ايه معانا اكتر وتاخد بالها نبص كده على اللوحة اول خطوة هنعمل ايه زي ما احنا قلنا هنرسم خط خفيف بين الدائرتين تمام عشان نحدد المسافة بين مركز الدائرتين وبعدين هركز في النقطة الاولى هنسمي النقطة دي ايه والنقطة التانية بي اركز بالبرجل في النقطة الاولى اللي هي ايه ونفتح البرجل على فتحة تساوي نص الكتر نص كتر الدائرة الاولى انا هكبر شوية المسافات علشان تشوفوا معايا هنعملها تلاتة سنتيمتر نص كتر الدائرة الاولى كده خدنا المقاسة هو اركز في النقطة ايه كده وارسم الدائرة وبعدين اروح اركز في النقطة التانية اللي هي بي وافتح البرجل على كام نص كتر الدائرة التانية هنرسمها اربعة سنتيمتر كده كده انا رسمت الدائرتين طيب وبعدين عايز ارسم بقى كوس يمثل الدائرتين دول من اعلى نص كتره كام مية وعشرين مليمتر انا قلت انا هكبر المسافات علشان ايه تشوفوا معايا طيب مية وعشرين يبقى احنا لسه ايلين دلوقت من اعلى هعمل ايه هقول مية وعشرين ناقص نص كتر الدائرة الاولى اللي هي تلاتين يبقى تسعين يعني تسعة سنتيم يبقى افتح البرجل كده على تسعة كده واركز في النقطة الاولى اللي هي النقطة ايه وارسم كوس نزيل نغير كده نركز في النقطة ايه وارسم كوس اهو اللي باللون الاحمر دوت يبقى خطوط ايه خفيفة طيب وبعدين هروح اركز في النقطة بيه طيب افتح البرجل على كامل مرة دي احنا قلنا هنطرح نص كتر الكوس اللي انا هرسمه انا قلت مية وعشرين يبقى قول مية وعشرين ناقص كام اهو مية وعشرين اللي هو نص كتر الكوس ناقص نص كتر الدائرة اللي هي كام اللي هي اربعين هتساوي كام تمانين والدائرة الاولى اللي احنا عملناها عشان الناس برضو اتبع معايا قلنا نص كتر الكوس اللي هو كان مية وعشرين ناقص نص كتر الدائرة اهو تلاتين تلعت كام تسعين يبقى انا وقفت هنا كده في مركز الدائرة الاولى النقطة ايه وفتحت البرجل على كام على تسعين ورسمت القوس الاولين هروح اقف بقى عند النقطة بيه وافتح البرجل المرة دي على كام مية وعشرين ناقص نص كتر الدائرة اللي هي اربعين يبقى كام تمانين طيب يبقى نفتح البرجل كده على تمانية سنتي هه وقف النقطة بيه كده وارسم القوس ناخد بالنا اه القوس جاي بعيد اهو يبقى انا اعمل ايه اطول القوس الاولين اهو لحد ما يتقاطع معاه كده نجي بقى نقف في النقطة ديت ده كده مركز القوس اللي احنا هنرسمه نقف بالبرجل في النقطة اللي احنا حددناها ونفتح البرجل بقى المرة دي على كام نص قطر القوس اللي هو كام اللي هو المية وعشرين وقابلا مارسم برضو اتأكد زي ما قلنا اقف بالبرجل وعلى الهوى كده اشوف البرجل هيلمس الدايرة ولا لا والناحية التانية نشوف البرجل اهو هيلمس الدايرة اهو كده ولا لا كده والناحية التانية اهو اتأكدت ان كده مظبوط ارسم القوس اهو كده تمام اهو وانا مطوله شوية كمان بعد الدائرة ها عشان يبان ان هو مش هيتقاطع معاها اهو كده يبقى انا كده رسمت القوس الاولاني يمس الدائرتين من الخارج ومن اعلى طيب تعالوا بقى عايزين نرسم القوس التاني يمس الدائرتين من الداخل ومن اسفل يبقى نعمل ايه احنا لسه ايه لين عايز احدد المركز بتاع القوس يبقى المرة دي اجمع اجمع نص كتر القوس زائد نص كتر الدائرة احنا كنا لسه ايه لين دلوقتي ان نص كتر القوس كام اللي هو اللي من الداخل هنعمله ستية يبقى قول نص كتر القوس اللي هو ستية زائد نص كتر الدائرة الاولى كام تلاتية يبقى ستين زائد تلاتين يبقى تسعين ملي متر يبقى على طول افتح البرجل على تسعين يعني تسعة سنتي كده واقف كده ونرسم الكوس طيب هروح اقف الناحة التانية في مركز الدايرة التانية بالبرجل وافتح البرجل على كام المرة دي هقول ستين اللي هو نص كتر الكوس زائد نص كتر الدايرة الكبيرة كام اربعين يبقى ستين واربعين ميت ملي متر يعني عشرة سنتيمتر نفتح البرجل على عشرة سنتيمتر واركز في النقطة بي اهو ونشوف القوس هيجي فين ايوا اهو ناخد بالنا ان القوس اللي احنا رسمينه الاولاني دوت خلاص هو جاي نفس المقاس في الرسمة الاولانية كان تسعين ها وفي الرسمة التانية كان كام تسعين علشان كده جاي على نفس الخط ما حد يش يفتكر انه هو كده عمل غلط لا هي جات ايه بالصدفة عشان المقاسات اللي احنا عملناها اه اللي فوق جايه كام نص كتر القوس اللي احنا رسمناها في الاول كان تسعين وهنا برضو كان تسعين عشان كده جايه على نفس الخط تمام المرة دي بقى هعمل ايه اروح اركز في النقطة اللي احنا حددناها اللي هي المركز وافتح البرجل على كام نص كتر القوس المرة دي اللي هو ستين نفتح البرجل كده على ستين يعني ستة سنتيمتر واركز في النقطة اللي احنا حددناها وبعدين اتأكد برضو ان انا قبل مرسم اشوف كده سن الالم بتاع البرجل هيمس الدائرة ولا لا والناحية التانية برضو اتأكد اهو هيمس الدائرة ها تمام يبقى احنا كده شغالين صح اروح الرياس اهو كده تمام يبقى انا كده رسمت كوس ماشي يمس الدائرتين من الداخل ومن اسفل وكوس تاني يمس الدائرتين من الخارج ومن اعلى يبقى السؤال دوت كده احنا ضمنا فيه العمليتين اللي احنا لسه شرحنهم وطبقنا الكلام دوت كده عملي قدامكم عشان الناس تبقى ايه واخدة بالها وشايفين نمسك البرجل ازاي عشان الناس بتطلخبط وتعرفش تاخد المقاسات كويس نرجع تاني بقى كده للعملية اللي بعد كده نشوفها على الشاشة قدامنا رسم القطع الناقص بطريقة الفرجار الفرجار اللي هو البرجل طبعا فيه طرق مختلفة لرسم القطع الناقص يمكن طريقة الفرجار بتبقى فيها خطوات كتير والناس يعني بتطلخبط فيها شوية نرسمها مع بعض كده نشوف المعطيات بيقول لي هنا ارسم القطع الناقص بطريقة الفرجار اذا كان القطر الاكبر A B طوله 12 سنتيمتر والقطر الاصغر C D طوله 8 سنتيمتر طيب اعلى طول اروح رسم القطر الكبير اللي هو A B طوله 12 سنتيمتر وبعدين ارسم القطر التاني عمودي عليه ومن المنتصف يعني ايه يعني انت تيجي كده انت رسمت الخط الاولاني ده القطر الاولاني 12 سنتيمتر تروح جاية عند النص بالزبط اللي هي عند 6 تحط نقطة وبعدين ارسم بقى القطر الاصغر يكون عمودي عليه يعني بزاوية قيمة وطوله كام 8 سنتيمتر يعني 4 سنتيمتر و4 سنتيمتر وتاخد مقاساتك بدقة بالملة لا في ملة زيادة ولا في ملة ناقص طيب الخطوة اللي بعديها ناخد نص كتر الاصغر نص الكتر الايه الاصغر اللي هو كام اللي هو 4 سنتيمتر اللي هو من O لحد C ناخدها بالبرجل كده نيسها بالبرجل عشان نتأكد انها مظبوطة واروح اقف في النقطة ايه اللي هي بالفتحة اللي اربعة سنتيمتر اللي احنا قلنا عليها اللي هي نص الكتر الصغير وارسم كوس صغير كده يقطع لي الكتر A B في النقطة H طيب وبعدين نيجي بقى بالبرجل ونروح واخدين المسافة من O ل H نقصها بالبرجل واركز مرة في النقطة H وارسم كوس لأعلى كده وبعدين اروح اركز في النقطة التانية اللي هي O بنفس الفتحة برضو وارسم كوس تاني الأعلى اهو يقطع لي الكوس الأولين بعد كده وصلهم وصل نقطة التقاطع اللي انت حد اتهى بالنقطة H والنقطة O كده انت رسمت مسلس متساوي الأضلع تعالى بقى انزل بخط قائم عمود من رأس المسلس على الكتر A B اهو ونسمي النقطة دي N اركز في النقطة N بالبرجل وافتح البرجل لحد لحد فين لحد رأس المسلس فوق يبقى انت اخدت كده لأيه الطول بتاع الارتفاع ده توقف في النقطة N بالبرجل وافتح البرجل لحد فين لحد رأس المسلس وارسم كوس ربع دايرة كده اهو عشان يقطع لك القطر الكبير A B في النقطة M1 نيجي بقى للخطوة الأهم اللي الناس بتتلخبط فيها هاجي من عند النقطة M1 دي والمفروض برسم زوايا 60 درجة طيب نيجي بقى نشوف كده المسافة دي عشان نحددها برضو النحية التانية بالبرجل ناخد المسافة من النقطة O لحد النقطة M1 بالبرجل وقف النقطة O وروح عامل علامات تانية زيها ايه على اليسار وهنسميها M2 يبقى عندك النقطة M1 والنقطة M2 عايزين نرسم زوايا 60 درجة بالمسلس يبقى انت سيادتك كده بالمسلس الكبير خلاص بالزاوية الكبيرة اهو يعني لو الناس ايه نبص كده المسلس المسلس الكبير دو بيقى مسلس قائم الزاوية والزاويةين التانين اهو المسلس ده بيبقى مسلس قائم الزاوية والزاويةين التانين الزاوية الكبيرة دي زاوية 60garo والزاوية الصغيرة اللي فوق دي زاوية 30 درجة انت بقى هتروح حاطة المسلس كده بالشكل دوت خلاص اهو تمام تحطه كده على اللوحة بتاعتك بالزاوية الستين ونروح راسمين ايه الزاوية بالشكل دوت اهو عشان الناس تاخد بالها برضو ايه دي القطر ها اللي انت كنت رسمه وايه دي النقطة اللي انت عايز ترسم من عندها كده عايزين نرسم زاوية 60 درجة اهو دول القطرين كده المتعمدين عايز ترسم زاوية بقى من عند النقطة ديت اللي هي قلنا عليها ايه اه ام واحد تعمل ايه بالمثلس بقى اهو خلاص وتجيب المثلس كده بالزاوية الستين ونجي ها ممكن تحط المثلس كده على الخط اللي هو القطر ده اه والزاوية دي كده هتبقى ستين ممكن سن المثلس يكون مش مدبب في حتة مكسورة صغيرة مش هتعرف ترسم تعمل ايه تروح طبعا لو معاك مصطرة بقى حرف تي وبترسم على لوحة هتساعدك كتير طب ما معاكش تروح عامل ايه شايف المسطرة دي تحطها كده خلاص تزبطها على الخط وتروح حاطة المثلس التاني تحتيها اهو كده تمام يبقى كده المثلس دلوقت اللي انت رسمه ده ها الضلع بتاعه ده اهو ده كده المثلس اللي تحت بيوازي مين بيوازي الكتر اللي انت رسم هات بقى المثلس الكبير ونزله عليه كده اهو يبقى انت كده حلت المشكلة وتعرف ترسم الزاوية بتاعتك مظبوط بس تحرك المثلس كده يمين وشمال اهو كده وتيجي عند النقطة ها اللي انت كنت محددها دي اهو كده وبعدين وروح رسم الزاوية كده كده انت رسمت الايه الزاوية الستين درجة ونطولها شوية كمان لتحت كده طيب الناحية التانية انت عايز ترسم برضو زاوية تانية تعمل ايه اهو احنا كنا قلنا المسافة دي اهو كده زي عايزين نرسم زاوية ستين درجة من هنا بنفس المثلس برضو بس اقلب المثلس بقى كده ميلو كده خلاص اهو عشان تبقى الزاوية ناحية اليمين ونفس الحركة برضو اللي احنا عملناها اهو كده وتحرك المثلس تمام اهو كده لحد ما يجي عند النقطة اللي انت محددها اللي هي ام اتنين بقى المرة دي وترسم هتاخد بالك ايه ايه دي اللي هي كانت ايه ام اتنين هتلاقي الخطين اللي انت رسمتهم الزاوية ها تقطعوا مع بعض فوق في نقطة تمام زي ما عملت الخطوة دي هترجع ترسم زاويتين تاني برضو ايه لتحت زيها تعالا بقى نبص كده نكمل على الشرح اللي كنا بنشرحه على الشاشة انا بس احبي توريكو ازاي نرسم الزاوية اللي بتتلخبط فيها نرجع تاني بقى على الشاشة ايوا نيجي بقى عند النقطة ام واحد زي ما احنا اتفقنا هنحط المسلس بالزاوية الستين درج ونرسم الزاوية الاولى اهي طيب وعدين روح عند النقطة ام اتنين زي ما وريتك برضو بالمسلس ويرسم الزاوية التانية شفت تقطعوا مع بعض فوق في نقطة هنسميها اكس واحد هنرسم زاويتين برضو زيهم لتحت بالمسلس برضو او ممكن بقى يعني خلاص انت رسمت اللي فوق وتأكدت انها صح شايف النقطة اكس جاية فين جاية فوق الكتر الصغير بالزبط يبقى انت كده رسمها صح ممكن انت تروح ايس المسافة ديت من اول للنقطة س يعني من بداية الكتر الصغير يعني لحد النقطة اكس المسافة دي تطلع 8 ملي تطلع 12 ملي تطلع زي ما تطلع خلاص على حسب بقى الايه المقاسات اللي انت رسم بيها تقسها بالزبط وتروح نازل تحت من عند النقطة دي انزل تحتها بنفس المسافة ورحدت نقطة وبعدين روح موصلها مرة مع النقطة ام واحد كده ومرة مع النقطة ام اثنين هتطلع الزاويتين بالزبط زي الزاويتين اللي انت رسمتهم فوق طب الخطوة اللي بعديها احنا بنرسم الكتر الناقص خد بالك ان كل الخطوط اللي احنا رسمينها دي دلوقتي دي خطوط خفيفة خطوط مساعدة شايف انا عاملها باللون الاحمر اهو هنبدأ بقى نرسم دلوقتي الخطوط الاساسية الكتر الناقص يعني الشكل البيضاوي بص هنعمل ايه هنقف بالبرجل نركز في النقطة ام واحد وافتح البرجل لحد النقطة ايه وارسم الكوس الاولاني اهو ونفس اللي عملناه اروح اركز الناحية التانية عند النقطة ام اثنين ها لحد مين لحد النقطة بيه هتبقى هي نفس الفتحة برضو اللي رسمنا بيها الكوس الاولاني وارسم الكوس التاني اهو خد بالك انت بترسمه لحد فين لحد الخطوط اللي انت كنت رسمها بتاعت الزوايا الستين درجة ما تكملش يعني ما تدخلش الكوس كده لجوه وبعدين عايزين نرسم بقى الكوس الكبير اركز تحت عند النقطة اكس اثنين وافتح البرجل لحد مين لحد النقطة سي اللي هي بداية الكتر الصغير اللي فوق وبرضو حرك البرجل كده ناحية اليمين هتلاقيها يلمس مين القوس الصغير اللي على اليمين اللي انت رسمت اللي هو باللون الازرق ده تروح تجرب النحية التانية كده تلاقي سن البرجل هيجي برضو يكمل القوس اللي على اليسار اتأكدت ان انت شغال صح ارسم رح رسم الكوس يبقى انت ركزت في النقطة اكس اثنين وفتحت البرجل زي ما قلنا لحد النقطة سي وبعدين رحنا رسمين الكوس الكبير نفس اللي عملته اطلع وقف في النقطة اكس واحد اللي هي فوق وبنفس الفتحة برضو يعني هتبقى لحد النقطة دي وارسم الكوس الكبير كده انتكملت القطع الناقص اللي هو الشكل الايه الشكل البيضار طبعا عملنا الخطوات اهوت كلها ايه بالترتيب ياريت ترسموها وتتدربوا عليها علشان فيه اقواس كتير وفيه مأسات كتير الملي الملي فيها بيفرق فارسموها وتدربوا عليها ولو فيه اي استفسار ولا اي حاجة ابعطولي برضو على التعليقات بتاعة الفيديو بتاعة الحلقة بتنزل على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك برضو لو فيه اي استفسار فيه اي خطوة انت مش عارفها او اي عملية هندسية عندك مش لازم اللي احنا شرحناها برضو اي عملية هندسية تانية واقفة معاك او عايز يسأل عن حاجة ابعط واسأل والرسومات اللي احنا بنرسمها خلاص ارسمها واكتب عليها اسمك على اللوحة وصورها وبعاتها في التعليقات برضو ونقيمها ونشوف لو فيها ملحوظة فيها حاجة هقول لك برضو ايه الصح ولو فيه خطوة انت بتغلط فيها او مش واضحة او كده هنفهمك كل حاجة نشوف بقى ايه العملية اللي بعد كده ندخل على المساكت التلاتة المساكت التلاتة طبعا احنا عارفين الاول يعني ايه المساكت التلاتة عشان الناس بس تستوعب وتفهم معانا قبل ما نتكلم على مساكت الكتعة المستقيمة ممكن خليكم معانا كده اي شكل او اي مجسم تقدر ان انت ترسم الابعاد والتفاصيل بتاعته من التلات جهات يعني انت لو بصيت كده للشكل من الوجهة الامامية كل حاجة انت هتشوفها قدامك في الشكل ده ده بنسميها المساكت الرأسي ده بنسميها المساكت الايه المساكت الرأسي تمام يبقى زي ما بنقول الوجهة الامامية يعني انت دلوقتي باصس للشاشة بتاعت التلفزيون قدامك اللي انت شايفه قدامك ديات الوجهة ديات كده دي نسميها المساكت الايه الرأسي طيب لو انت بصيت على الشكل بقى من الجنب لفيت كده وتحركت وبصيت من الجنب الحاجة اللي انت هتشوفها والتفاصيل اللي انت هتشوفها ديات بنسميها ايه المساكت الجانبي طيب لو بصيت على الشكل من اعلى تبص عليه كده من فوق كده يبقى انت هتبقى شايف ايه الحاجات اللي انت هتشوفها من فوق والابعاد والمقسات بتاعتها كلها نسميها المساكت الافك يبقى احنا هنا في المساكت الثلاثة بنرسم التفاصيل والابعاد بتاعت اي شكل سواء كان قطعة مستقيمة او اذا كان مجسم او اذا كان سطح بنرسم الابعاد والتفاصيل بتاعته كلها من الثلاثة جهات على لوحة واحدة طبعا طيب فلو ادينا مثال مثلا لو بصنا كده على المسطرة دي المسطرة دي ايه تعتبر ايه قطعة مستقيمة طيب انت بصت انت لو بصيت كده خلاص المسطرة دي ات تعتبر ايه قطعة مستقيمة طيب قطعة المستقيمة دي انت وانت بصت عليها كده من الوجهة الامامية اهو انت كده شايفها ايه شايفها قطع مستقيمة شايفها ايه قطع مستقيمة طيب قطع مستقيمة يعني ايه خط طيب وبعدين لو انت لفت كده من الجنب وبصيت عليها من النحية دي هتشوفها ايه هتشوفها نقطة طيب لو جيت بصيت عليها من فوق من اعلى اهو هيبقى انت شايفها ايه شايفها قطع مستقيمة طيب نيجي نشوف كده مثال رسم المساقط الثلاثة للقطعة المستقيمة بنقول عندما تكون القطعة المستقيمة عمودية لأحد المستويات الثلاثة فإنها توازي المستويين الآخرين ومسقطها في المستوى العمودي عليه عبارة عن نقطة أما مسقطها في المستويين الآخرين يكون عبارة عن قطعة مستقيمة وبطولها الحقيقي زي ما احنا لسا قيلين دلوقتي لسا قيلكم المسطرة اللي كانت في ايدي دهيت ها لو بصينا عليها كده لو هي عمودية اهو لو عملناها كده كده يبقى عمودية على ايه على المستوى الرأسي ما احنا قلنا كده الواجهة الامامية دي يبقى ده الرأسي طيب كده تبقى عمودية على الرأسي انت كده شايفها ايه نقطة طيب وبتوازي مين وبتوازي كده الجانبي وبتوازي الافكي لو انت بصيت عليها كده بقى من الجنب هتبقى شايفها قطعة مستقيمة بنفس الطول بتاعها ولو بسيت عليها من أعلى يبقى انتكده المسكة القفج بتاعها يبقى ايه قطعة مستقيمة وبنفس الطول الحقيقة بتاعها برده طيب مثال بيقول لي ارسم المساقط الثلاثة للقطعة المستقيمة x y طولها 40 ملي متر وعمودية على المستوى الرأسي وتبعد عنه 8 ملي متر وتبعد عن المستوى الجانبي 30 ملي متر وعن المستوى الأفكي 30 ملي متر والنقطة x هي القريبة من المستوى الرأسي طيب نرسم ازاي اول خطوة نروح رسمين المحاور محور أفكي ومحور رأسي يعني خطين متعمدين اللي هم اللي باللون الأخضر اللي انت شايفهم دول المسكة الرأسي نرسمه فين على اليسار في الربع اللي فوق على الشمال كده اللي هو المسكة الرأسي المسكة الجانبي او هنرسمه على اليمين في الربع اللي على اليمين المسكة الأفكي يبقى تحت المسكة الرأسي طيب نبدأ ازاي هو كان بيقولك انها بتبعد عن المسكة الأفكي كام 30 مش كده 30 ملي متر يبقى انت على طول تبعد كده 30 ملي متر اهو من المحور الأفكي ده ما هو المسكة الأفكي او تحت يبقى المستوى الأفكي ايه تحت هي بتبعد عنه كام 30 يعني معناها تطلع لفوق 30 ملي متر يعني 3 سنتر وروح رسم خط خفيف طيب بعد كده هو بيقولك ان هي عمودية على مين على المسكة الرأس يبقى هتظهر نقطة في المسكة الرأس طيب تبعد قد ايه عن الجانبي يعني البعد ده هيا كان اقيل لك في السؤال برضو كام 30 يبقى ابعد كده عن الجانبي يعني اروح كده ناحية اليسار كده يبقى انا كده ببعد عن الجانبي مسافة كام 30 ورحدت نقطة النقطة ديت هي مسكتها الرأسي عشان احنا قلنا ان هي تظهر نقطة في المستوى العمودية عليه هي عمودية على الرأس يبقى تظهر نقطة في المسكة الرأسي ونكتب بقى اسمها النقطتين بتوعها المفروض X1 و A Y1 عشان هو قال لك في السؤال ان القطع المستقيمة X Y نروح نرسم المسكة الجانبي نحدد النقطة الاولى هو قال لك بتبعد بدايتها يعني النقطة X بتبعد عن المسكة الرأسي 8 ملي متر يبقى قايز كده 8 ملي متر من المحور الرأسي ده هو ابعد كده 8 ملي متر واحدد النقطة X وبعدين ارسم الكطعة المستقيمة اللي هي طولها كام؟ 40 40 ملي متر يبقى هي كده هتظهر في الجانبي قطعة مستقيمة عايز بقى ارسم المسكة الافقي ناخد اسقطات من المسكة الرأسي من عند النقطة اللي احنا حددناها وانزل بخط خفيف كده لأسفل واروح برضو في المسكة الجانبي من عند النقطة X X2 وانزل برضو باسقط عمودي ومن عند النقطة Y وانزل برضو باسقط أي عمودي يعني خط خفيف كده وبعدين بالبرجل اركز في النقطة اللي هي نقطة المنتصف يعني او نقطة تقاطع المحورين في النص كده اللي انا بشاور عليها بالمعوز دي وبالبرجل واروح واخد الاسقاط بتاعك الاولاني بتاع النقطة X دي ولف بها بالبرجل كده وبعدين كملها بقى بالمسترة اهو لحد ما توصل لفين للاسقاط اللي كان نازل من الرأسي تبقى دية النقطة X ما هي X هيت X2 هي اللي لفت كده لحد ما تقابلت مع الاسقاط بتاعها اللي نازل منين من الرأسي نفس اللي عملته قرروا بقى عند النقطة Y اللي هي Y2 هتوقف في البرجل برضو في النص عند نقطة التقاطع المحورين وافتح البرجل لحد الاسقاط التاني بتاع النقطة Y2 وارسم القوس الكبير ده وبعدين كملها بقى بالمسترة بقى خط قفكي عشان يتقابل برضو مع مين مع الاسقاط اللي نازل من الرأسي دي هتبقى اسمها Y3 وانتقل عليها يبقى المسافة ما بين X3 و Y3 هتطلع برضو ايه خاطر يبقى كده الكتعة المستقيمة اللي احنا خدناها في المثال ده كانت عمودية على الرأسي فظهرت نقطة في الرأسي وكانت بتوازي الجانبي فظهرت قطعة مستقيمة في الجانبي وكانت بتوازي الافكي فظهرت برضو قطعة مستقيمة في الافكي طيب ناخد مثال تاني بسرعة كده بيقول لي ارسم المساكة التلاتة للقطعة المستقيمة YZ المبين احداثيات بدايتها ونهايتها بالجدول واشرح وضعها في الفراغ وما هو طولها الحقيقي هو هنا ما ادكش طول القطعة المستقيمة ده هو ادك الاحداثيات بتاعة البداية والنهاية يعني بيقول لك هنا بعدها عن المستوى الرأسي النقطة Y بتبعد 15 ملي متر والنقطة Z يعني نهايتها بتبعد 35 وعن وبعدها عن الجانبي النقطة Y تبعد 50 والنقطة Z بتبعد كام 10 ملي متر والبعد عن المستوى الافكة اللي اتنين زي بعض بتبعد كام 35 يبقى نروح نرسم على طول نرسم المحاور زي ما شفنا في الرسمة اللي فاتت المسكة الرأسي هيبقى فوق الجانبي على اليمين ها الافكة نبدأ ازاي زي ما قولنا برضو ناخد المسافة ها اللي هي بعدها عن الافكة كانت بتبعد عن الافكة كام هو كان بيقول 35 مش كده يبقى نقيس كده 35 لأعلى عشان بعدها عن الافكة يعني بتبعد عن الافكة الافكة تحت يبقى هي بتبعد عنه الفين لفوق تمام رسمنا خط خفيف وبعدين نبدأ نحدد اه النقطة الاولانية كانت بدايتها النقطة Y بتبعد عن الرأسي كانت كام 15 والنقطة التانية كانت بتبعد كام 30 مش كده ولا كانت 35 اه نرجع لها تاني اه كانت 35 طيب يبقى النقطة Y اثنين بتبعد 15 عن الرأس يبقى عدنا كده قسنا من المحور الرأسي دوت 15 وحطنا نقطة تبقى دي Y اثنين طب النقطة التانية ها اللي هي زد اثنين بتبعد كام 35 يبقى قايس من البداية ها ده مش طلها ها ده من من البداية قايس 35 وحط نقطة ووصل النقطتين ببعض اللي هي Y اثنين وزد اثنين خد بالك كده ان طلها هيبقى كام هنا ها مش 35 ده الجزء الاولاني ده 15 وبعدين دي هتبقى كام بقية 35 اللي هي هتبقى عشرين عشرين ملي يعني نروح بقى نرسم المسكة الرأسي قالك النقطة زد واحد كانت بتبعد كام عشرة اهو يبقى اثنين كده عشرة ملي متر واحد سنتي يعني من الجانب يعني من المحور الرأسي ده اهو قايس كده كام عشرة ملي متر خلاص ناحية اليسار وحط نقطة وبعدين عشوف النقطة التانية اللي هي مين اللي هي واي واحد كان بيقولك بتبعد كام 50 ملي متر يبقى بتبعد كده من الجانب يعني من المحور برضو اللي في النص ده بتبعد كده ناحية اليسار كام 50 ورحطت نقطة ووصل النقطتين ببعض ما بين زد واحد وواي واحد عايزين بقى نرسم المسكة الافك نعمل ايه هننزل باسقطات من الرأسي من النقطة واي واحد وبعدين من النقطة زد واحد واجي برضو من المسكة الجانبي من وي اتنين انزل باسقطات عمودي ومن زد اتنين ها واوصل اه لحد ما يتقابل مع مين دي وي اتنين راحت مع وي واحد اه اتقابله هنا في النقطة وي ثلاثة نفس الكلام برضو النقطة زد اتنين هننزل برضو بالاسقاط بتاعها بالبرجل زي ما شفنا وبعدين اكملها بالمسطرة بخط افك لحد ما تتقابل مع مين اهي زد اتنين اهي فين الزد بقى اللي نزلة من الرأسي اللي هي زد واحد يبقى دا الاسقاط بتاعها اللي هي النقطة اللي انا بشاور عليها دي تبقى دي زد تلاتة هوصلهم مع بعض يبقى بين وي ثلاثة وزد تلاتة اهلا ده هنا ظهرت ايه ميلة طيب هو كان بيقولك بقى اشرح وضعها في الفراغ بعد ما ترسم المساقط بتاعتها يبقى نقول له ايه ان القطعة المستقيمة هنا توازي المستوى الافكي ها وتميل على الرأسي بزاوية ايه شايف الزاوية الصغيرة بتاعتها دي اللي هنا اللي انا بشاور عليها دي اقاسها بالمنقلة هدطلع كم ستة وعشرين درجة طب طولها الحقيقة ايه او طولها الحقيقة هيبقى ايه في المستوى اللي هي اللي ميلة فيه اللي هي زا اللي هو المستوى الافكي هنقاسها كده هتطلع كام خمسة واربعين ملي متر يبقى احنا كده عرفنا ان القطعة المستقيمة هنا كانت بتوازي المستوى الافكي بتميل على المستوى الرأسي بزاوية ستة وعشرين درجة وطولها خمسة واربعين ملي متر كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة وان شاء الله يبقى لينا لقاء اخر وناخد برضو نتكلم على المساقط التلاتة للأسطح الهندسية ولو في اي استفسار زي ما قلتلكم اي اي حاجة واقفة معاكم الرسومات اللي احنا عملناها النهاردة ارسمها في اللوحة بتاعتك واكتب عليها اسمك وبعتها في التعليقات على الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي قناة مصر للتعليم الفني وربنا يوفقكو ونلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته